سائل يقول قام إمام مسجدنا بالتعاون مع لجنة المسجد رفقة المحسنين باقتناء آلة لتسخين الماء في المسجد بسبب البرد القارص المعروف عن منطقتنا ولكن أفتان أحدهم أن الوضوء بالماء المسخن لا يجوز هذا أبو خليطة تعكم تعقل قرية تعكم للأسف الشديد هذا الجزائر المسكينة كل بلدية فيها أبو خليطة كل ضيارة فيها أبو خليطة هذا أبو خليطة تعكم هذا ما كان قاله محرام فهل أخطأنا لما اقتنينا هذا الجهاز والله لم تخطئوا المنطقة باردة المنطقة باردة الإمام واللجنة الجامع والمحسنين خموا باش يخفوا على المسلمين ويخفوا على المصلين ويسهلوا لهم الوضوء شروا جهاز يسخن الماء جاءهم أبو خليطة هذا قالهم حرام تتوظوا بالمسخون حرام تتوظوا بالمسخون أما لا واش تديروا السمعوا واش تديروا السمعوا له ديروا المدافي ليكم وديروا عين باردة ليه لهذا الأبو خليطة العين التاعوا اكتبوا فيها في الميضة عين خاصة بأبي خليطة تاعوا بارك يتوظى منها هو والله 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 أنا بلا ما أنا عارفه غير نتحداه ولا رأو يتوظى بالماء البارد هذا ويفتيه للناس بارك أنت يجي يقولك بيدعاه أحرام أنا متأكد هو في داره رأو يسخن الماء ويتوظى بارك يجي خالف تحرف زعمه فلان أو فتحه أما لا ديروا المدافي المدافي ديرواه ليكم انتوما وديروا الوعين تعال تلج الباردة هذه القاصة اكتبوا عين خاصة بأبي خليطة ونشوفوا لي توظى منها اسمع ثبت أن الصحابة كانوا يسخنون الماء ليتطهروا به ففي مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمع أنه كان يسخن له ماء في قمقمة فيغتسل منه سيدنا عمر بن الخطاب كانوا يسخنون الماء باش يغتسل وين كانوا يسخنون الماء؟ وين؟ في الحجاز في مكة له يسخون أصلا أما انتوما في برج بوري ريج ولا حمام الظلعة ولا سطيف ولا ابن عزيز ولا بحباحة ولا عين السبت ولا ابن فودة ولا أولاد معيزة ولا قالمة ولا قالمة ولا خنشلة ياو البرد اللي تم تحت الصيف يقتل يجي أبو خليطة أحرام عليكم صح هاي نوصل معه أبو خليطة هذا نوصل معه الببدار التلج التلج هل يجوز نتوضعوا به ولا لا لا يجوز يختلج يجوزنا نتوضعوا به ويجوزنا ندوبوه يطلق القطار يتعو نتوضعوا به مش كون قال لك حرام؟ مين جبتها؟ سيدنا عمر بن خطاب كانوا كانوا يسخنونوا الماء بش يتوضعوا صحة عندنا حمام معدني حمام معدني كيما في قلمة حمام ولاد علي الماء سخون يجوزنا نتوضعوا نعم يجوزوا أن تتوضعوا به لأنه يجوزوا أن تقتسلوا به كيف يجوز لنخصل به وما يجوز نتوضع به اسمع وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل بالحميم المسخون وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل بالحميم هذا هو مذهب السلف العلمات المالكية عليهم ورضى ورضوان كانت عندهم فتاوى يكرهوا يقولهم كروه الوضو بالمسخون ولا الماء المسخن لأنه كانوا يقولوا لهذا الماء يديه لبص ولكن الآن أثبت في العلم الحديث أن الماء المسخن لا يديه لبص ولا علاقة له بالبص توضعوا ولا شيء عليكم توضعوا ولا شيء عليكم